حضرتك فتحت أكثر من موضوع في إجابة السؤال الأول ويمكن أنت انتقلت من الوضع الداخلي للوضع الإقليمي للوضع الدولي بحديثك عن الرئيس ترامب لكن خلينا شوية في الوضع الداخلي أستاذ محمد أنت تقول أن الشعب في قطاع غزة يعاني الفلسطيني كلهم يعانون لكن في قطاع غزة وهو الأقرب لنا جغرافيا فلسطين كلها قريبة إلى قلوب المصريين بس عشان المشاهد المصري يفهم شوية حضرتك بتقول أنه يعاني من الطرفين من الاحتلال طبعا ومن السلطة إزاي السلطة ممكن تعاقب أبنائها ورعاياها في غزة إزاي؟ بصراحة لو قرأنا في التاريخ البشري وفي نماذج الحكومات المتعاقبة أنا لم أرى حكومة مهما كانت فاسدة ومتطرفة ويمينية وفاشلة وفاشية تعاقب شعبها كما يحدث في قطاع غزة اليوم من قبل السلطة في رمالله هذا لا يعني أن حركة حماس لم تخطئ حركة حماس أخطعت خطعا كبيرا بالانقلاب ولكن أنت كمسؤول أبوي للشعب الفلسطيني أنا أفترض أن المسؤولية الأخلاقية والأبوية والوطنية تحتم على أبو مازن أن لا يناكف في التفاصيل بل يستوعب الكل الوطني لأن الخطر داهم ليس على قطاع غزة أو رمالله الخطر داهم على كل الشعب الفلسطيني نحن شعبنا الفلسطيني في سوريا دمر ورحل وشرد وأصبح منتشرا في أسقاع الأرض مخيماتنا في لبنان تعاني من عملية اندثار وتجهيل وتخريب عقول ممنهجة فلسطيني الضف الغربي وأيضا قطاع غزة أنا لا أستثني معاناة شعب الفلسطيني في أي مكان ولكن هذا الخطر الداهم يحتم على القائد الحكيم والأب والكبير والذي يفترض فيه أنه يكون كبيرا أن يستوعب الجميع وأن يفتح مسافات لكل الناس ما دامت القضية الوطنية تعاني من هذه المخاطر وهذه الكوارث القادمة